محمدا سلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلها يا محمد. انا عايزة بس السكر اما يبقى ابني بينام كتير كده سكره يبقى علي واللواطي. بتقولي يا فانجمي? انا عايزة اتطمت. محمدا ممكن بس تقرب التليفون منك شوية كده وتعلي صوتك? ما قرباه والله اهو. طب قولي ثاني. يعني بينام كتير يعني كده سكره عالي واللواطي. بينام كتير. ايوه. هو عنده سكر? ايوه عنده سكر. هو هيعمل ترخومي النهاردة ان شاء الله. بس انا عايزة اتطمن. لأ. انت عامل كتير ده عالي واللواطي. طيب قولك تعملي ايه? وهو نايم على طول يميل انه يبقى واطي. اه يميل انه يبقى واطي. بس اه لو عالي المفروض يخش الحمام كتير. فمش عارب في نام كويس. اكتل اوقات نايم. اكتل اوقات نايم. لا يبقى يا فانتم بصي. احنا دلوقتي هتعملوله تحليل سكر اثناء النوم. عندك الجهاز طبعا. مش كده? لا لا هيعمله في معمل بره. معمل ايه? هنجيبه المعمل نايمه جوه المعمل. نا اما هو ينزل ينزل يعمله في المعمل. كلام فارغ. كلام فارغ. حضراتك بجليب. طيب يقفل وانا حقولك. شكرا شكرا ام محمد. دلوقتي مرضى السكر مفروض تحليل السكر يبقى جوه البيت. يجيبه اسرخص جهاز. تمام. وارخص شرايط. ويخلها عندهم. لان ما بيمشوا النتيجة بتطلع غلط. اكيد. مش غلط من المعمل. الغلط الفيسيولوجي. المسافة والمشي. اه ما بيتقسي على طبيعته. فهو الولد نايم دلوقتي. ممكن اكتر يبقى ناقص سكر. تمام. بس هل ذات السكر تعمله تعمله. طب يفرد لقينا السكر مظبوط يبقى. هنفكر في حاجات تاني اتكلمنا تاني. صح. واحسن حاجة الجهاز اللي. لا بس ديني فرصة ثانية. اتفضل لكم. مش معنى ان واحد عنده سكر يبقى لو مراته طلقته يبقى السكر السبب. يعني لا نركن الى مرض سكر او غيره. كلا مش عارق مش كل حاجة طلعه منها. اكيد. ربما يكون استجد مرض جديد. كمضاعفة للمرض اللي موجود. او بالصدفة تزامن معه. فكر. صح. نطلع برا صندوق. اكيد.